بطموحات وقناعات مختلفة يوحدها حس وطني متقاسم استجابت فئات واسعة من الشباب المغربي لنداء الواجب وتوجهت منذ الساعات الأولى لبدء عملية التصويت إلى مكاتب الاقتراع للإدلاء بصوتها واختيار ممثليها في هذه الاستحقاقات التشريعية والجهوية والمحلية قناعة هؤلاء الشباب بدت راسخة في ممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن اختياراتهم وخيارهم بين مختلف المرشحين والبرامج الانتخابية التي طرحتها الأحزاب السياسية المتنفسة كواجب دستوري وكواجب كمواطنة مغربية حاولت نلقى برنامج الذي يمكن أن يوصل إلى ما يريدنا كشاب اليوم جيت نعبر على الصوت كشاب هو موعد انتخابي مفصلي تبقى المشاركة فيه لسيما من قبل الشباب أكثر من مجرد حق دستوري بل واجب وطني يفسح المجال أمام علاقة سليمة وبناءة بين الحقوق والواجبات إن فاندكات عبد المغيد صبيح الرباط